تواصل مدرية الصحة بالمينية تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت قافلة الطبية بقرية ديفش التابع على مركز ملوط على مدار اليومين الماضيا بكشف طبيع على 2068 حالة وصرف الأدوية وعمال الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالة التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات وذلك في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والكورة الأكثر احتياجا